ولازم الزمالك يحط الدوري قدام عينيه Pyramids نفس الكلام فرقة كويسة جدا فيها لعيبة كويسة جدا لكن بيخسروا نقطة قدام فرقة سهلة جدا لازم اللعيبة تركز اللعيبة دلوقتي رجت على التركي الصح ما يفكروش في اي حاجة الا ان هم ياخدوا ماتش بماتش وان هم يحاولوا يكسبوا كل الماتشات والزمالك يقدر ان شاء الله ان هو يفوز ببطولة الدوري ويفوز بالكونفدرالية وكل البطولات لان عنده على فكرة عنده لعيبة صغيرة كويسة جدا تلكسبك الدوري السنة اللي قبل فاتت اللعيبة الصغيرة في لعيبة بقى صغيرة دلوقتي في قطاع الناشئين احسن من اللي طلعوا كسبوك الدوري شيكبالا شيكبالا ده اسطورة وشيكبالا انا دايما بقول ايه اللعيب يبطل امتى لما لعيب صغير يطلع يبطله مفيش ولا لعيب صغير دلوقتي في مستوى شيكبالا في مركزه اه ما ينفعش يلعب كل الماتشات لازم ياخد الماتشات اللي هو يقدر ان هو يلعبها شيكبالا بيقوم بدور عظيم جدا جوه نادي الزمالك ان هو دلوقتي فهم دوره بحقه حقيقي وبحافظ على قيم معينة وبيحتضن اللعيبة الصغيرة وبيساعد المدرب يعتبر مدرب جوه الملع ايه الجوم بتاع الماتش الفات اللي حطه في المص مين اللعيب في مص يقدر يجيبه قول لي لا هو بتكلم على كواليتي لعيب ومهارة وخلي بالك الماتشات اللي بيلعبها كلها بيدافع كويس جدا وبيضغط وبيجري وبيشتغل فليه يعتزل فيش كلام على على مهارة شيكبالا دي حجم ليه الناس بتطلبوا اللي هو يعتزل لو انت بتصنف شيكبالا وبتحطه في مرتبة معينة واحنا بنتفرج على لقاتات ليه بتشوفه فين يعني بتشوفه الافضل الامهر الاحسن يعني ايه اللقب اللي انت ممكن تطلقه على شيكبالا في وسط نجوم واساطير كتير جوم في الكرة المصرية في رأيي الشخصي في رأيي الشخصي احسن اتنين لعيبة جوم في تاريخ الزمالك هم كابتن حسن شيكبالا بتشوف ان ممكن فيتوريا في الفترة اللي جاية يستعين بي شيكبالا حتى على فتراته ولا لا ده مش وقت ودلوقتي مش مرحلته مع منتخب مصر والله كان لازم لو ده حصل كان لازم ان يبقى مبادر شوية اي